لو رجع الزمن الوراء تشتغل نفس الشغلانة ولا تشتغل شغلانة تانية السؤال ده بيكشف حقيقة علاقة الإنسان بشغله العلاقة اللي ممكن يحصل فيها بعض الاهتزاز في فترة منتصف العمر لما سألنا ناس في منتصف العمر وبعد منتصف العمر هذا السؤال في الشارع في بعض منهم قال آه لو رجع الزمن الوراء هشتغل نفس الشغلانة وفي بعض منهم قال أنا كنت أتمنى اشتغل شغلانات تانية وفي بالنسبة لهم العمل فقط لتزديد الاحتياج المادي وما بيفكروش في قضية تغيير العمل دي يا زي ما تقول ما عندهمش رفاهية الكلام بهذه الصورة لأن العمل بالنسبة لهم فقط يشغل منطقة الكسب المادي فقط خلونا نشوف الناس ألوين والله دي ليس اختياري دي اختيار ربنا سبحانه وتعالى ربنا بيحدد لكل واحد نظام حياته اللي هو مخلوقي لا نفس الشغلانة ما فيش غر أن أعدن وعيالي في الشارع آه بإذن الله يا ريت أعتقد لا يعني كان في مجالات كتيرة كان ممكن أشتغلها بس ما شايتش الظروف يعني هو ترتيب من الله محدش بيختال لنفسه الله خلقني وعينني وعيالي وظيفة وأعطاني إمكانيات هذه الوظيفة فإن كنت دكتور عطاني إمكانيات لكون دكتور وإن كنت مهندس وإن كنت ساعي وإن كنت ممرض فدي ترتباء ربنا يعني أنا ما قادرش أرفضه يعني وإيه يعني أكل لاشمش في وحش الحاجة الوحشة اللي هي الواحد يخطأ يعمل حاجة وحشة هارجع لنا بحب السياحة لا طبعا فيه يعني فيه ألف شغلان وشغلان منقدرش ننكر أن العمل بالنسبة للرجل بالذات جزء كبير من هويته من تعريفه لنفسه العمل جزء من هوية الإنسان عموما أول سؤال أنت بتسأله لأي حد بتتعرف عليه بعد ما تعرف اسمه تسأله أنت بتشتغل إيه أو أنت إيه أو أنت بتعمل إيه فالعمل جزء من الهوية وهو مرتبط بكيام الإنسان ارتباط وثيق جدا وبالذات الرجال العمل بيلعب أدوار مهمة جدا في حياة الإنسان العمل هو النشاط الأساسي اللي بيقضي فيه الإنسان أغلب يومه العمل كمان وسيلة لإثبات الإنسان وممارسة الإنسان وتعبير الإنسان عن شخصيته وعن أهدافه وعن فكره وعن هدف حياته والإبداع جزء مهم جدا من شخصية الإنسان أنه يعمل حاجة جديدة العمل فرصة أن الإنسان يلتقي بالآخرين العمل كمان فرصة مش بس للإنجاز لكن فرصة للعلاقات كتير من علاقتنا الإنسانية موجودة في إطار العمل في منتصف العمر إذا ما حصلتش مشاكل حقيقية في العمل فالإنسان حتى لو العمل مستقر بيبتدي يعيد تقييم عمله هل أنا فعلا بشتغل الشغلانة اللي مفروضة أشتغلها هل أنا حققت حاجة لها معنى لأن في المرحلة دي الإنسان بيبتدي يبص الحياة ويقيمها يمكن كان قبل كده في مراحل قبل كده مشغول بالحياة جواها في مرحلة منتصف العمر يبتدي الإنسان يبص الحياته من برا يقيمها مرات في ناس تحس بالرضا وتحس إنها فعلا أنجزت في هذا العمل على مجالات متعددة فتشعر بالرضا ولو سألتها لو رجع الزمن اللي وراء تقول لك آه هشتغل الشغلانة دي لأنها مناسبة ليه وأنا حققت فيها نفسي وحققت فيها نجاحات وحققت فيها فلوس وصرفت على عيلتي في ناس تانية تقول لا يمكن أنا حققت جوانب وجوانب تانية ما حققتهاش شكده الإنسان ربما يصاب بإحباط في هذه المرحلة تجاه عمله وممكن دي يكون أحد أسباب شعره لو إصابته بالاكتئاب ممكن كمان تكون المرحلة دي عند بعض الناس اللي عندهم عزيمة وقدرة على التغيير فرصة لتغيير العمل لبداية أن الإنسان بقى يدور هو عايز يعمل إيه يمكن عمل حاجات قبل كده لأنه كان مضطر دي الشغلانة اللي متاحة يمكن يبقى في مرحلة منتصف العمر في مكان يتيح ليه أنه هو يعمل بشكل آخر أو يضيف ممارسات أو أنشطة أخرى لعمله بحيث ييجي في وقت يكون راضي عن حياته أنه هو استثمر مجهوده واستثمر جسمه واستثمر فكره واستثمر عمره بطريقة ذاتة معنى ترضيه وترضي إحساسه بالقيمة خلونا نسمع أراء خبراء وأراء روحيين عن قضية علاقة العمل بمرحلة منتصف العمر وتقييم الإنسان لعمله خليكم أراء تورقهاب في مرحلة منتصف العمر اللي هي يعني من بعد الـ 40-45 وبعد كده اللي هي المفروض المرحلة الإنسان فيها بيحصد كل اللي زرعه في سنين شبابه المبكر إلا أن بعض الناس بدل ما تكون دي سنة الحصاد بيصيبهم البلل واليأس والضجر مش عايزين يكمله يا إما أداءهم ينزل يا إما يحبوا يدوروا على شغل تاني أو يعملوا أي حاجة ليه ده بيحصل وإذا حصل نعمل إيه شوف أظن ليه ده بيحصل ليه كذا سبب ما هواش نمط واحد بس أو حل واحد بس واحد حكاية منتصف العمر دي أظن أنه العمل ليه تلت وظائف أساسية ووظيفة التعبير عن الشخصية وعن إبداع الشخصية وعن الهدف من حياتي وعن القصد من حياتي الوظيفة التانية اللي هي أن أنا أكون منتج وليه دور الوظيفة التالتة أن أنا أدخل دخل يكون فيه رزق فلما شخص يصل إلى منتصف العمر وأشعر أن واحدة من التلاتة دول لا تتحقق يعني هو ممكن يزهل أنه بيشتغل كتير ومعندوش عائد مادي ممكن يزهل أنه بيشتغل كتير لكن مش حاسس أنه منتج وأنه معتبر في إنتاجه ده رغم أنه بيدخل فلوس لكن مش منتج أو بيشتغل كتير لكن مش شايف الهدف وراء العمل ده ففيه دراسات كتير حتى للشركات الرئاسمالية التي تريد أن تحقق أرباحا أكثر وكذا اكتشفوا أنه لما بتدي علوات زيادة الإنتاج بيزيد تدي علوات زيادة الإنتاج بيزيد على العمل لكن لحد لحظة معينة تدي ما تديش تدي ما تديش مش هتفرق هو الراجل عايز يشوف معنى للي هو بيعمله فابتدوا يتكلموا على أنه طب إيه قيمة ليه إحنا بنودي موبايلات بنبيع موبايلات ليه بنلبس الناس قدوم ليه بننتج علشان نعمل تأمين يعني لازم الشخص يحس أن اللي ما يصنعه له قيمة دعو قيمة معنوية فنسفية معنوية هدفية يعني هدف في الحياة خدمة إلى أخير فهتلاقي ناس كتير يقولك لا خلاص أنا مش عايز أشتغل في شركة السجاير مثلا دي لأنه حاسس أنه أنا بعمل شغلانة ملهاش معنى أو لكن واحد تاني يقولك لا أنا مستمر في عملي كطبيب لأنه حاسس أن أنا بعالج ناس واحد تاني أنا مش قادر أشتغل في عملي كطبيب لأنه حاسس أنه أنا مش فعال في علاج الناس ولا أنا حتى بأخد فلوس في بعض الأعمال بيبقى المعنى والهدف منها واضح وفي بعض أعمال بيبقى الإنسان جزء صغير من شيء كبير الحاجات اللي هي اقتصادية كلها لا هو كل عمل نستطيع أن نجد المعنى وراه لكن ويجب أن يشارك العامل في إنتاج هذا المعنى يعني مش بس إنتاج هذه يعني مش بس أنه هو بيركب المنتج المنتج ولكن هو مدرك لي قيمته ده وليه دور يعني أنا وخصوصا في وقت الثورة اللي فات ده كله لما تواجدت في المظاهرات اكتشافت إن فيه عمال فيه خبزين عندهم حلول لمشكلات إزاي الفرن ينتج أحسن إزاي المصنع يزبط إنتاجه أحسن عندهم حلول واضحة جدا ولكن غير مسموعة فالنقطة التانية بسبب الضجر هو بيئة العمل إن بيئة العمل لا تسمح بالتواصل ولا تسمح بتفادي ما يسميها بالاغتراب إنه أنا ترس وإنه مسيطر على القرارات كلها بعيد عني طب لو أنا ترس والوضع ده والوضع ده أنا لا أستطيع تغييره هل أنا قدر أعمل حاجة مع نفسي خليني أتحمل بشكل أو بآخر غياب المعنى ده أو عدم سهولة المصول البعض أوه في حال لين طبعا الحال الأولاني إن أنا أغير إن أنا أقول لا أنا هتوقف عن العمل هنا وحشتغل حاجة تانية طبعا ده يتطلب إعداد مادي وإعداد يعني أوزن الحساب الأرباح والخسائر وحشوف إزاي هستمر في تحصيل الرزق ولكن مع ذلك أكون بنتك شيء لي معنا فدي معادلة مش سهلة والحاجة التانية أن أنا أكتشف إنه بسبب أحد أطراف هذه المعادلة لن أستطيع أن أحاقق كل ما أقول فإذن كل ما أطمح إليه فإذن ينبغي أن أعيد ترتيب حياتي بحيث أضيف معنى ربما في عمل تطوعي في هواية في عمل إبداعي في خارج أوقات العمل يعني بدل العمل حقه لأنه مضطري لذلك ولكن أنخرط فيه نشاط سياسي في نشاط ديني في نشاط إبداعي يعني تنصح الناس اللي لسه ما وصلوش منتصف العمر أن هما يضيفوا بجانب عملهم الروتيني المعتاد أنشطة خارجية من العمل العام أو التطوعي أو كده يعني أنا متصور أنه الإنسان يجب أن يتأكد أن ما يقوم به وما سيقوم به في المستقبل هو بيشبع ثلاث وظائف دور وظيفة الرزق وظيفة أو تحصيل الرزق وظيفة الانتاجية ووظيفة الإبداع والإثمار والتعبير عن هدف حياتي ثم بالإضافة إلى ذلك يقوم بأعمال أخرى خارج أوقات العمل ربما تطوعية ربما غير متبوعة الأجر ربما خدمة دينية ربما نشاط سياسي خدمة اجتماعية إلى آخره لأنه يعني نيرتشرينج المعنى يعني تغذية المعنى في حياتي والدخول إلى منطقة المعنى مسألة مهمة جدا في التغلب على الملأ أنا عايز أضع خط تحت المفهوم تغذية المعنى ده باعتبره نصيحة اللي بتقدمها حضرتك لمن يعملون قبل أن يصلوا إلى سن منتصف العمل تشكرك شكرا جزيلا شكرا تغذية المعنى كأحد أساليب الوقاية من الوصول إلى الضجر والملل في منتصف العمر طول ماهر تفتكر يعني ممكن يكون بيشوفنا واحد دلوقتي أو واحدة يعني حاسين أن هم جابوا آخر اللي موجود في الشغل ومفيش تحدي يعني بسمع كتير أنا مش حاسس متحدي في الشغل مش حاسس أن أنا عايز أعمل حاجة بقيت بنزل كل يوم أدور كتيرس في مكانة كبيرة وما بقاش عندي الدافع بتحبتوا لهم إيه؟ أعتقد أنه ده بيكون راجع لمشكلة من ثلاثة يا إما مشكلة في الشخص نفسه يا إما مشكلة في مفهومه عن العمل يا إما مشكلة في العمل نفسه وأخدهم بالترتيب كده مشكلة في الشخص نفسه أنه الشخص وصل لمنتصف العمر دون أن يكون بدأ البداية الصحيحة دون أن يكون يبني على أساس وضعه في السنين الماضية واكتشف في منتصف العمر أنه يعيش في العراء لم يبني بناء يحميه وليس عنده من العمر ما يكفيه لكي يبني البناء الذي يحلم به تقصد إيه بالبناء؟ البناء هو اكتشاف من أنا ولماذا أنا هنا في هذه الحياة أنا مين بالضبط؟ أنا دوري إيه في الدنيا؟ أنا إيه اللي أضفته لعلتي؟ إيه اللي أضفته لمجتمعي؟ أنا إيه المتميز بي؟ اكتشاف هويتي وحقيقة نفسي وإنجاز جزء كبير من رسالتي في الحياة ده البناء اللي أفتخر به وأفرح به المسيح قبل ما يغادر الحياة يرفع عينه للسمى فرحان بالإنجاز العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته في طريقه للنقطة دي كان يقول للتلاميس طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسله لأنه كان يعرف ما هي الدعوة وما هي الرسالة صب وعرف الرسالة اللي ليه بوليس إنسان عاش قصة ألم متصل ومرعب لكنه عاش إنسانا سعيدا رافع الرأس فرحا دائما ويحرض الآخرين على الفرح كل حين لأنه كان يعرف رسالته والمعنى من حياته كان يعرف هويته وينجز غرضه وفي نهاية حياته على الفارق الشاسع من جان بول سارتر شوف ده يقول إيه وده يقول إيه جان بول سارتر اللي العالم وصل به للقمة في نهاية حياته يقول أنا فقاعة فارغة على شاطئ محيط الحياة الأستاذ العظيم نجيب محفوظ أنا شخصيا سألته هذا السؤال بقوله إحنا فخورين بيك وباللي أنجزته إيه اللي ممكن تنصحني بيه كإنسان لكي أنجزه قال لي يا ابني اشتغل في الطب أنا إيه اللي عملته أنا كتبت شوية حواديث والناس فرحت بيها كان لا يرى معنى في هذا الشيء العظيم اللي أخذ عليه جائزة كبيرة بوليس الرسول يقول جهدته الجهاد الحسن أكملته السعلي حفظته الإيمان وأخيرا وضع عليه إكليل البر في فرق كبير إنك تنجز عمل عظيم وإنك تحقق الرسالة اللي أنت تتخلق لها ويتلاحظ من حياة بوليس ومن كلامه في الرسائل إنه كان عنده خطة واضحة إنه عايز يذهب إلى كل آسيا الصغرى أكملت التبشير بإنجيل المسيح من أرشاليم إلى الأركون وعايز أروح هنا وعايز أروح هنا وعنده كمان أسلوب إنه لا يبني فوق مبانية شخص آخر يعني يعني هو عارف يعمل إيه وبالتالي عندما يكتمل ما يفعله يعرف أنه قد اكتمل لأنه يعرف ما يريد أن يفعله كلمة أكملت السعي my course كورس زي كورس الجري صبت أنا عندي كورس عندي منهج أعرفه وأعرف ملامحه قد لا أعرف الباقي منه لكن أعرف ما ينبغي أن أعمله الآن إذا أنت شا عايز تقول إنه إلي دخل كلية لأنها مجموعه واللي اشتغل في شغلانه لأنه دي الشغلانه اللي لقاها ممكن قوي في منتصف العمر يلاقي نفسه عنده أزمة المعنى والملل ده مش ممكن ده حتمة ولا سيما إن كان شخص مفكر بعض الشيء حساس بعض الشيء يعني كلما زادت النواحي الإنسانية والفكرية عند هذا الشخص هيكتاز هذه الأزمة بكل ثقلها ولا سيما أيضا إذا كان يعيش في مجتمع يفكر ويدعو للتفكير وليس مجتمع مستسلم للقدارية كمجتمعنا فاللي مكتوب على الجبين هتشوفه العين فلان ما عندنا نشر فهية إن الواحد هو ده الموجود شغل الموجود يعني في ظل مجتمع يعاني معاناة اقتصادية في بطالة حقيقية علشان يعني ناس كتير بتشتغل عشان يتحقق جزء من الثلاث أهداف اللي قالهم دكتور إيهاب اللي هو رزق وخلاص كثيرون من الذين قبلوا بهذا الشق وقال بس اشتغل أي شغلانه أم لبطني بيجي لي بعد سنة ولا سنتين وقال لي مش طايق عشتي وفكروا وقالوا انت كنت بتدور على أي شغلانة علشان تاكل منها عيش يقول لي صح بس أنا دلوقتي مش طايق أبي يجيب لي أكل عيش لكن أنا مش طايق الاستمرارية في عددها ما أنا عايز أقول دي أول مشكلة أن تكون المشكلة خاصة بالشخص نفسه وأن الشخص للأسف الشديد في هذا العمر وجد نفسه في العراء لم يبني على أساس لم يكتشف رسالاته ولم يتبقى في العمر ما يكفيه لاكتشاف حلم وتحقيقه لذلك يعاني ممكن تكون المشكلة مش في الشخص بقدر ما هي في مفاهيم الشخص عن العمل وممكن تكون المشكلة في العمل نفسه مشكلة في العمل زي ما قال الدكتور إيهاب المفروض أن الشخص يكتشف ما الذي ينقص في هذا العمل ويحاول أن يستكمله حتى ولو بتغيير العمل المشكلة في مفاهيم العمل دي نقطة محتاجة توضيح شوي ما هو مفهومنا عن العمل دكتور إيهاب قال ثلاث نقط أأكد عليهم وضيف شيء أقول العمل زي الجواز ليس هو اختراع بشري الذي رتب العمل للإنسان هو الله ولم يترتب العمل للإنسان بعد السقوط بسبب دخول الخطيئة لكن رتب العمل قبل السقوط وقبل دخول الخطيئة ما كان الإنسان عنده جنة كان عايش في جنة ربنا قال له تشتغل يبا إذن الشغل ملهوش دعوة بالشأة والألم وأكل العيش لأنه كان عنده أكل من جنة كاملة لكن لكي يجد إنسانيته لكي نحقق الديزاين الإلهي نعمل الإنسان على صورتنا ما معنى أننا على صورة الله قال له اخضعوها صلاتوا عليها اكثروا واثمروا واملأوا الأرض أوصاه أن يعملها ويحفظها هو يمثل الله بأن يدير ما تحت يده ليخرج منه مجدا لله ونفعا للآخرين ويحقق ذاته في هذا العمل يبدع يبتكر الله مبدع وخلقنا كائنات روحية مبدعة فأقدر أقول اكتشاف الجانب الروحي في العمل زي بالظبط لما كنا بتكلم عن الجواز بقول فين البعد الروحي للزواج الزواج ليس لإجباع احتياجات جنسية ونفسية فقط لكن لتحقيق رسالة روحية طيب يعني عايز تقول حضرتك أنه العمل مرتبط بهويتنا كبشر هويتنا الروحية كمان وبصورة الله التي فينا صحيح وبتحقيق كياننا وبتحقيق صورة الله في هذا العالم المادي هذا الارتباط ما بين العمل وما بين الهوية الإنسانية تبص تلاقي كمان فيه حاجات كتيرة برضو مرتبطة بهويتنا يعني زي ما عملي مرتبط بهويتي سيدات كثيرات كل الستات بتعتبر أن الإنجاب جزء من هويتها الرجل أحيانا يعتبر أن الأداء الجنسي جزء مرتبط حميم جدا لهويته كذكر أو كرجل رأيي هو مرتبط بهويتي بأنا رأيي أين كان رأيي سياسي رأيي اجتماعي رأيي ديني إلى آخره هل تجد أنه ممكن هذا الارتباط يعني زي كل زي عاجات كتيرة قوي في حياتنا بتبقى يعني الاتزان بين تطرفين هل ممكن هذا الارتباط المبالغ فيه للإنسان بحاجة زي عمله أو أي شيء آخر ممكن يكون ليه جانب سلبي طبعا يعني أنا بقول الرسالة اللي بيوصل للمرحلة دي أقول له حرام عليك نفسك خسارة أنت خسارة خسارة أن تختزل إنسانيتك في مهنتك خسارة أن تختزل نفسك إلى رحم ينجب خسارة أن تختزل إنسانيتك ورجولتك المعطاء والعظيمة والمبدعة والقدرة أن تسعد كثيرين إلى مجرد أداء جنسي في الفراش خسارة أنك تختزل إنسانيتك إلى عقيدة تتبناها أو إلى نادي تنتمي إليه أو إلى طائفة تتعصب لها خسارة الإنسان أكبر من كل الإنسان كينونة بديعة أبدعها الخالق لكي تنشر الخير شوف حتى في النص في الإنجيل بخصوص العمل يقول الرسول قرر هذه الأمور صادقة هي الكلمة وده تعبير كبير أوي صادقة هي الكلمة استعملوا على الخلاص أريد أن تقرر هذه الأمور أن يهتم الذين آمنوا أن يمارسوا آمنوا بالله أن يمارسوا أعمالا حسنة لأن هذه هي الأمور النافعة للناس وكأنه بيقول ليه الإنسان بيشتغل هو آل اللي يشتغل لا يأكل فالشغل مصدر للرزق لكن تنفع الناس فإذا لم يكن عملك ينفع الآخرين ويجدي نفعا للآخرين فأنت لن تشبع ولن تستمتع فعايز أقول هنا البعد أنه مش بس مسألة تشتغل ولا تنتمي لكن أن تحقق رسالة وأن تكون نافعا للآخرين وأنه يعني لا يمكن أن تختزل الحياة في العمل أو في العلاقات وحدها أو في الجنس أو في الإنجاب أو في المال أو في المعلومات أو في الشهرة أو الشهادات لأنه ده بيفتح الباب تتيجي للإنسان أنه يدمن هذه الأشياء وتبقى إله صحيح يعني عطية الله يمكن أن تتحول إلى إله في حال صحيح يعني بالرغم أن الله أعطنا العمل لكننا ممكن نعبد العمل طب عشان هل الحل هو الاتزان أنه يبقى في حياتي جزء من هذا و جزء من ذاك أو الحل أعمق من كده الحل هو الاقتناع في البداية بما هو صواب يعني خلينا أقول عبارة أقصد إيه بما هو صواب أعطني إنسانا ناجحا ويعمل عملا بسيطا للغاية بس يكون إنسان ناجح يعني إيه إنسان؟ أصلاً إذا ما تسمع إنسان ناجح عطول الناس تفكر على ناجح في عمله في المهنة ما هذه الكارثة هو ده الإختزال للإنسان إلى مجرد مهنة يعني إديني إنسان ناجح وبيشتغل أبسط مهنة حارس عمارة وعطيني الطبيب ناجح جداً وليس إنسان ناجح ستجد هنا السعادة والشعور بالمعنى وستجد هنا الفشل يعني البوابة ممكن يكون كل الناس في الشارع بتحبه وناس تجي تسأله وخدوم لكل الناس وهو مستمتع وبيفهم ومستمتع وتلاقيه في علاقته بمراته وفي عياله واضح نجاحه والناس تبتهج بلقاء وتشعر أن له قيمة لا يستشعرها الطبيب اللي بيدخلوا عنده الناس خايفين منه وهو بيقلب الزبون وعايز يشوف هياخد منه قد إيه والزبون خايف منه وحياة كئيبة وتعيسة وبعدين يروح بيته لعياله طيقينه ولا امراته طيقاء لأنه ما فيش أي كومينيكيشن وما يجدش في حياته شيء ناجح مشرق إلا العمل فيسرف فيه أكتر ويتجاهل إنسانيته ويزداد فشله في الأشياء الأخرى إذن نجاح الإنسان لو إجابة مختصرة يعني إيه أنا إنسان ناجح أكتشف ما يسمى بالإنجليزية the blueprint الطبعة التصميم الرئيسي لي أنا دخلت العالم هنا لي كإنسان ما هي الرسالة التي من أجلها خلقني الخالق ومن أجلها وبسببها يضيف إلي كل يوم نسمة الحياة كأن هذا الشيء الذي أنا مدعو إليه أو هو العمل الذي يعبر عن كينونتي هو ذلك العمل الذي يجعلني أو يساهم مع أشياء أخرى في أن يجعلني إنسانا ناجحا بكافة جوانب النجاح الرسالة التي ربنا أوجدها لي تشمل العمل تشمل العيلة تشمل ارتباطي بكنيسة بأقرباء تشمل بجيراني تشمل أشياء كثيرة جدا وإنجازي فيها دور معين ليس ضروري أكون الأول فيها ولا الأكبر ولا الأشهر لكن قيامي بدور فيها هو ما ساجعني أحقق إنسانياتي وأشبع به إذن العمل هي دعوة وهو جزء من دعوة الله لنا وجزء من إنسانيتنا ويحقق هويتنا ووجودنا هذا العمل إن لم يكن محققا لهذه الأهداف أن نكون منتجين ونفعين لمن حولنا ونحقق هدفنا من الحياة ولا يتعرض مع نجاحنا في الأمور الأخرى في حياتنا في علاقتنا في دورنا كأباء وأمهات وإخوة وأخوات وأصدقاء وأناس عايشين في المجتمع نحب المجتمع العمل يجب أن يكون علاقة حب مع المجتمع ومع البيئة التي خلقها الله لنعيش فيها ولنعملها ولنحفظها لما لأي معنى في عملي لما لأي ربما هواية أو ممرسة بالإضافة إلى عملي تطوعية دينية أو سياسية أو اجتماعية تحقق هذه الأهداف من العمل أن يكون منتجا ونافعا لمن حولي فهكذا أنا أخذ في إنسانيتي وفي تشبهي بالله خطوة لأداء إلى اللقاء في خطوة أخرى لأداء هل في حاجة كده بسمها سن التقاعد الروحي أو سن اليأس الروحي وده ممكن يحصل في مراحل معينة ولو ممكن يحصل في أي مرحلة وإيه سببه وفي سن الأربعين اتخذ قرار يبدو أمام الناس أنه قرار بسبب أزمة منتصف العمل قرار مجنون الجوع في هذه المرحلة وغياب المعنى في هذه المرحلة يمكن أن يكون نقطة انطلاق أن أجد دعواتي الحقيقي ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر